بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفدي اليوم رح نشرح يونت 24 بكتاب النحو للمرحلة الأولى في الحقيقة هو هذا اليونت يحشي عن المستقبل المستمر will be doing and will have done يعني المستقبل المستمر والمستقبل التام يعني اثنين فخلينا نبدأ بالمستقبل المستمر الفيوتر كونتونيوس واللي يحشي عن قاعدة الفاعل زائد انشاء والول طبعا انشاء الله نحثفت هسه بس بي بس well زائد في زائد بي زائد انفعل يحتوي على ing ثم تكملت الجملة she play football امشي على القاعدة she well اللي بينزلها والفعل اللي هو بلا يحلي خلي ال ing واكمل بقياتي بجملة نفس الحالة في حالة النفي فرح نخلي not فاعل زائد انشاء الاول زائد not زائد بي زائد فعل ب ing ثم تكملت الجملة نفس الجملة رح نقول she will not be playing football she will not be playing football الان هذه الجملة مثل ما تشوفوهنا قدامكم صارت مستقبل مستعمل لو ردنا نسويها صيغة السؤال فرح نخلي ال will بداية الجملة زائد انفاعل زائد ان بي زائد فعل ب ing ثم تكمل will we be playing football will be be will be أو شارل عادي شارل اوي مو مشكلة و الى آخره فهذا هي قاعدة زمن المستقبل المستمر هنا يقول نستخدم I will be doing something I will be in the middle of doing it يعني انا راح اكون افعل شيء معين وسوف اكون في اثناء فعله في اثناء فعل ذلك الشيء مثلا this time هو نفس المضارع المستمر احنا مضارع المستمر نقول I am in the middle of doing the action انا بوسط اثناء الفعل هذا هم بوسط اثناء الفعل ولكن بالمستقبل يعني يعني هو من يحكي وقل ان شاء الله انا بالمستقبل راح اسوي كذا يعني راح اكون مستمر بفعل وشيء معين يعني I am in the middle of doing it فيقول الحال I will be lying on the beach or swimming in the sea راح اكون ان شاء الله مستلقي هناك I am in the middle انا بوسط اثناء الفعل فهذا هي الفكرة يعني هنا وهنا قاعد الملاحظة كم بير ما بين will be وال فعل مجرد don't phone لا تتصل بي الساعة سبعة وثمانية ليش لانو هذا الفعل طالما طالما محدد فعل يعني معناها هذا الوقت اللي هذا اللي تحتي من السبعة لثمانية راح اكون انا مستمر بفعل شيء معين يعني I am in the middle of doing it in the future سوف سوف اكون مستمرا بفعل هذا الشيء في المستقبل بس من اقول ال I will يعني بالمستقبل يعني بس مجرد انه هو في الشيء بس بالنوب بالمستقبل يعني الاكثر ولاقل شوفوناه منطقة لث جمهور قايلك I was working I was working يعني انا شنت اعمل يعني انا استمريت بالعمل البارحة الساعة العاشرة وشنت بوسط اثناء الفعل ولكن بالماضي اما من اقول hi at 10 o'clock اما يقول it's 10 o'clock الساعة العاشرة الان يعني she is working هي مستمرة بالعمل ولام تنتهي من عمل هي اثناء وحدوث الفعل in the middle of doing the action في بوسط اثناء الفعل هذا المضارع المستمر اما الفيوتشور كونتينيوس فاحنا ذكرنا انه بالمستقبل راح تكون انت مستمر لفعل شيء معين ملاحظة مهمة يقول will be زادا فعل to talk about completed action in the future الحداث اللي منتهي بالمستقبل ستنتهي او يعني خلينا نقول عليها احداث منتهية في المستقبل يعني احداث ستنتهي قريبا او على وشك الاتمام يعني وشك الانتهاء فمثلا نقول the government will be making a statement about the crisis later today يعني الحكومة راح تعمل كذا شيء معين او مثلا later and program في البرنامج i will be talking to minister of education ان شاء الله راح اتكلم مع موزير التربية فهي يعني will زادا بزادا فعل في البيان جي تتسفت حدث شيء يكون قريبا في المستقبل هس راح نجي the i will have done يعني اللي هي the have اللي هو المستقبل التام يقول something it will be completed before a time in the future يعني حدث سوف ينتهي قبل المستقبل فالشي سينتهي قبل المستقبل استخدم الفيوتر خلينا ناخذ التركيب مالتا حتى توضح لكم الصورة فهذا هو المستقبل التام طبعا القاعدة مالتا فاعل زادا will أو شل زادا have زاد فعل ب ing عفو فعل يحتوي على تصريف ثالث ثم تكمله I will have blade football I فعل will have نزلناها مالتا هاذ ثابتة يعني مو هاذ ثابتة يعني play سوي تصريف ثالث للفعل وتكمله تجملة بنفس الحال راح نخلي نات وريدك تركز لي على ملاحظة كلش مهمة بان نات ما تصير ورا الها هذا مستقبل بالمستقبل نخلي نات ورا ما ثالث ويشوف انه هاذ ورا تصري ثالث فقال لك هاذ هاذ مثل المضارع التام وخلي نات غلط النات هنا راح تصير بعد الول يا شباب بعد الول مباشرتين اما بالنسبة لصيغة السؤال فانا استخدم الول أو الشل زائد فاعل زائد حاف زائد فعل ويا نجو هس بجي دي شبه حذفت يا ناسا كل تستخدم وال يعني فانت استخدم الول دائما حتى ما تصير برباك ولا الاستاذ ممكن يقول لك ليش استخدم الشل والى اخير فحاول تستخدم الول دائما يعني لانه الول تستخدم ميا الكل فشوف القاعدة والله والشل فاعل هاف فعل بيا ينجو تكمله هال وي هاف وي هاف وي هاف هاف هال لي هنا شرح نالكم تركيب الزمن المستقبل التام وقد نالكم علي امثلة والمستقبل المستمر شوف نالكم فرق بين كل جمل وهنا ايضا منطق جمل هنا قل لك هاف بين هذا مضارع تام طبعا ونحن نعرف بين مضارع تام حدث تم بالماضي واستمر للحاضر اما هي تتحدث عن المضار المستقبل التام واللي هي well زائد هاف زائد بين زائد تصريب ثالث للفعل وقلنا بان المستقبل التام حدث سوف ينتهي قبل مدة يقول ستزوجون في سنة الخمسة والعزوبية راح تنتهي في سنة قبل الخمسة والعزوبية اذا حدث سينتهي قريبا هذا هو المستقبل المستمر لما شرحت الحدث يكون بعيد جدا الحدث يتم وينتهي وخلاص فهنا مثلا يقول من ولد ابني يعني استغفر الله الآمين جايبين ابن وبعدين بالزوجين يا اخوان هاذا كلمة تقول احنا مسلمين وما عدنا هاي السوال في مثلك وانتو تكتب لهذا حول حول وانتو يابن خلفين وبعدين بالزوجين فالحدث يعني حدث تم قبل حدث اخر مثل واذكر تلكم انه الزواج يعني مخلفين وبعدين متزوجين فاحكو حدث قبل حدث وهذا شيء احنا ذكرنا بزمن الماضي التام لا حول ولا قوة الله بالله العظيم الله يهجم بيوتكم على هاي السوال تحيات نالكم عيني